أظهرت وزارة الداخلية السعودية بياناً صنفت فيه أسماء لقيادين ومسؤولين من حزب الله اللبناني كإرهابيين وفرضت عقوبات عليهم على خلفية مسؤولياتهم عن عمليات لمصلحة الحزب في أنحاء الشرق الأوسط بحسب الوزارة وأضاف البيان أن المملكة ستواصل مكافحتها للأنشطة التي وصفتها بالإرهابية لحزب الله بكافة الأدوات المتاحة مشيراً إلى أنه لا ينبغي السكوت من أي دولة على أنشطة الحزب المتطرفة بحسب تعبير البيان